السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة خدوتيب مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كتبتك لكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة طريقة جديدة بدأت اليوتيوب في العمل بها ستساعد بشكل كبير القنوات الصغيرة والقنوات المبتدئة نشرح لكم ما هي الميزات التي بدأت اليوتيوب كتحاون بها القنوات المبتدئة باش أنها تنتشر وباش أنها تنجح وشنو مطلوب منك انتك كصاحب قناة باش القناة ديالك تكون ضمن هاد القنوات اللي يبغي اليوتيوب ينجحها يعني ضروري بعض الأمور خاصك تديرها وتشتغل عليها في القناة ديالك ملما أصدقاء أولا ديروا لايك للفيديو تانيا نكملوا الفيديو إلى النهاية إذا ما فهمتش حاجة اكتبنا في التعالق ملما أصدقاء لما فعلت زر جرس يفعل زر جرس باش أنه يتابع الفيديوهات القادمة يشرح مرحيم ملما أصدقاء كما تعلمون أغلبية ديال القنوات المبتدئة غالبا إذا دخلت القنوات ديالهم كتلقى تقريبا فيديو واحد أو لجوج فيديوهات من مية ولا ميتين فيديو هو اللي عندهم مشاهدة كثيرة آلف ألفين خمسالاف عشرالاف وكتلقى الفيديوهات كاملين مية ميتين مية ميتين خمسان ربعين فيما يرجع السبب يعني في كي المشكل اللي كيخلي أن اليوتوب فقط كي نجح لك فيديو واحد اليوتوب أصدقاء تعتمد على قراءة الخوارزمية للفيديو الخاص بك يعني اليوتوب منك يشوف واحد الفيديو ديالك جاب واحد نسبة كبيرة ديال النقر على الصورة المصغرة وجاب واحد نسبة كبيرة ديال احتفاظ بالجمهور كيعطين طبع الخوارزمية اليوتوب بأن هذا الفيديو جيد ويقترحه بشكل كبير ثم من بعد أغلبية الفيديوهات ما كيبقاوش يطلعو لك وينجحو لك وبالتالي كينجح لك فيديو واحد اليوتوب دابا تغير الخطة تتولي أنها ماشي فقط أنها بغت نجح لك فيديو واحد وإنما بغت نجح لك القناة ككل ولكن ماشي فقط أن الفيديو إلي جاب واحد نسبة كبيرة ديال النقر على الصورة المصغرة وجاب واحد نسبة كبيرة ديال احتفاظ بالجمهور غادي نجح لك ذاك الفيديو اتزادت واحد لإضافة أخرى اللي غادي نوضحها بالدليل إن شاء الله المرحب في فيديو قادم أنه ذاك الفيديو أو لذاك المشاهد اللي يدخل لها ذاك الفيديو وذاك الفيديو اللي حصل على نقر كبير على الصورة المصغرة واللي حصل على مشاهدة لمدة طاولة في الفيديو إلا زادوا الناس دخلوا القناة ديالك وشافوا فيديوهات أخرى ثواء اللي حطيته في الوصف الروابط ديالفيديوهات أو لا لك تطلع في الاقتراحات في شاشة الفيديو أو لا في شاشات النهاية او لا الفيديوهات المقترحة اللي كيقترحها اليوتيوب. وذا دخل الفيديو تاني وذا دخل الفيديو تالت. بالتالي خوارزمية اليوتيوب تعطي انطباع بان هذه القناة جيدة. يعني اي واحد كيدخل بدل ما كيشاهد فيديو واحد كيتصفح القناة ككل. ومن هناليا كيبدأ اليوتيوب كيقترح لك القناة كاملة ما كيبقاش فقط يقترح لك فيديو واحد. يعني هاد المسألة هي الامر الجديد. 아니고 شنو مطلوب مني انا ندير شنو مطلوب مني انا ندير يعني خاصني ضروري نكون اي فيديو عندي دير في بعض الامور وخاصني نكون ديرها في القناة ككل شنه هي هذا الامر خاصني نكون دير اولا بلايليست تانيا خاصني نكون دير اي فيديو كنخطوه شاشات النهاية وامر اخر ما يسمى بالبطاقات كذلك خاصني كل فيديو نحط فيه روابط الفيديوهات السابقة هاد الامور هادي شكون القنوات اللي غا يستفدوا منها بزاف يعني كينين بعض القنوات اللي عندهم واحد المحتوى هما اللي غادي يستفدوا من هاد الامور الجديدة سيشتغلوا على اليوتيوب وهما اللي عندهم قنوات دات محتوى تقريبا متسلسل مثلا مثل القناة التعليمية ديالي مثلا القنوات اللي عندهم الطبق قنوات الكورة قنوات مهم بالنسبة لهاد القنوات تتكون تقريبا الفيديوهات متسلسلة يعني كتكون مثلا واحد سلسلة يعني ضروري ان اي واحد يلا بغي يشاهد هاد الفيديو مثلا كتشاهدوا هاد الفيديو را ضروري غادي نحط انا فيديو قادم تابع لهاد الفيديو ضروري خسكم تشاهدوا داك الفيديو القادم وانقدر يكون فيديو اخر سابق هدي نقول لكم را نحط لكم في صندوق الوس رابط فيديو سابق وغادي يطلع لكم في اقتراحات شاشة الفيديو وغادي يطلع لكم كذلك في شاشة النهاية وبالتالي انت كتسهل على ذاك المتابع باش انه كيشاهد ذاك الفيديوهات الاخرى وبالتالي كتعطين طباع لخوارزمية اليوتيوب بان القناة ديالك جيدة وبان ذاك السيد راه دخل القناة ديالك وشاف فيديو جو جو ثلاثة وربعة وبالتالي اليوتيوب غد يبقى يقترح القناة ديالك والفيديوهات ديالك كاملة ملما اصدقاء انا حاول نوضح لكم كيفاش الفيديوهات مثلا انا كنتفرج كيفاش انا كنقترح للفيديوهات ديالي مثلا مثلا انا نحاول نوريكم القناة ديالي في الهاتف مثلا انا نشيو القناة ديالي ونوريكم في الهاتف كيفاش مثلا عندي روحنا كنشاهدو فيديو مثلا هذا اخر فيديو نحاولو انا نحيضو الصوت مثلا هاد الفيديو اصدقاء في القناة ديالي نحاولو انا ندوزو الاشار خلي وصالحتها للنهاية باش نوضح لكم كيفاش انا اليوتيوب هنديرو تخطي الاعلان. هدا اول فيديو. انا محيض له الصوت. باش ميزعجناش باش ميكون مكانك نشرحو. دماما متلا انا كنشاهد هاد الفيديو. عدنا هنا يا في الشاشة واحد الاقتراحات اللي كتطلع انا لديرها. اما كتطلع في شاشة الفيديو. ولكن احيانا انا ما غاديش نتبليها او لما غاديش نشاهد الفيديو ككل. في غادي اللقاها. غادي نكليكي هنا يا على اه للوصف. او انفو كنكليكي الوصف. كي طلعوا لي هادوك الفيديوهات اللي اقترحتهم انا للمتابعين هاو ما كيما كتشاهدوا. خمسة ديال الفيديوهات. يعني تصوروا انهم كي طلعوا بسهولة تامة. وبالتالي مني غادي سالي هاد الفيديو. غادي هبط لهاد خمسة ديال الفيديوهات يقدر يشاهد فيهم واحد. وعاود كذلك يقول لي يشاهد فيديو اخر من اقتراح ديالي. يعني بهذه الطريقة هدي كنخلي انا المتابع يشاهد فيديو وجوج وثلاثة. وعاود كذلك اليوتيوب كي اقترح كما كتشاهدو تحت هاد الفيديو. فيديو اخر ديالي. وهنا يعود كذلك فيديو اخر ديالي. يلازل نهبطنا كذلك فيديو اخر ديالي. ها هو اصدقاء كما كتشاهدو رابط القناة بحساب اعطس. انفو غادي نكليكي عليه. غادي يطلع ليا الفيديو في الاسفل. يعني هادا ما يسمى باقتراحات شاشة الفيديو. من اليوتيوب كي يلقى بانك تجيك مشاهدة من هادا الاقتراحات كي ن mère لكم كي يبقى يقترح لك القناة كاملة. وكذلك شاهدوا Houston شاهد الفيديو الى النهاية احنا نحاول نزيدوا الفيديو الى النهاية. وهدي نشوفوا بانني شاشات النهاية. لكذلك اي واحد او ما كي بك تشفه ضاير الجوش فيديوهات شاشة النهاية. اي واحد غادي يكليك الى هاتفيديو. غادي يدخل للفيديو الموالي وبالتالي الفيديوهات ديالي. كي يبقى يشاهد هذا المتابع. من روجوجه تلاته يقدر يدخل يشاهد خمسة الفيديوهات. يجي واحدة اخر يدخل يشاهد خمسة الفيديوهات. وبالتالي هذه الطريقة اللي يبدأ يعتمد الى اليوتيوب. باش انه ينجح لك القناة ككل ويساعد القنوات المبتدئة ككل. ماشي فقط انه ينجح لك واحد الفيديو. لان كما قلت لكم. خاص الفيديو كما قلنا يجيب نقر كبير على السورة المصغرة. وكذلك احتفاظ بالجمهور بنسبة زيانة. وكذلك خاص هذاك المتابع يدخل يشاهد فيديوهات اخرين في القناة ديالك. ما اصدقاء كتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة. في فيديو قادم ان شاء الله مرحيم. تابع لي هذا الفيديو. غادي نوريكم كيفاش تديرو شاشة نهاية. لان دايرينا وغادي نعودوها ان شاء الله مرحيم باش اللي ما عارفش ايو اللي يعرف. غادي ديروكم فيديو كيفاش تديرو البطاقات. في اي فيديو كتنزله. اهمية البطاقات لانها مهمة بزاف. وكيفاش ديرو شاشة القناة دي لكم. هاد الامور كام لغة نشرحوها بالتفصيل الممل. شكرا لمن تابعنا الى نهاية الفيديو. شكرا لمن وضع لايك للفيديو. والسلام عليكم. ونرتقي في فيديو قادم ان شاء الله.